صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز موليد الرياض عام 1360 للهجرة بدأ دراسته الأولى في مدرسة الأمراء بالرياض ليلتحق بعدها بمعهد الأنجال بمعهد العاصمة النموذجي وما بين عامي 1960-1961 للميلاد انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا فحصل في العام 1965 للميلاد على درجة البكاليريوس في دارة الأعمال من جامعة ساندياغو الأمريكية التي منحت سموه الدكتوراء الفخرية في مايو عام 1975 للميلاد وبعد انقضاء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية عاد للمملكة ليلتحق بالعمل في إمارة منطقة الرياض عام 1387 للهجرة كواكيل لإمارة المنطقة ليتولى هذا المنصب حتى الأول من شهر رجب عام 1399 للهجرة حيث عين سموه نائبا لأمير منطقة الرياض حتى صدر الأمر الملكي بتعين سموه رحمه الله أميرا لمنطقة الرياض في التاسع من شهر ذي الحجة من العام 1432 للهجرة وإلى جانب توليه هذه المناصب تولى سمو الأمير سطام بن عبد العزيز رحمه الله مناصب أخرى في عدد من اللجان المتعلقة بإمارة منطقة الرياض وفي أخرى تتعلق بجهات خدمية في المملكة وحيث يحمل سموه وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى الذي يعد أعلى وسام في المملكة العربية السعودية يمثل صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز رحمه الله نموذجا فريدا في القيادة الواعية المخلصة والحازمة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فكان رحمه الله قامة فريدة ومتميزة في تحمل المسؤوليات الجسام وإدارتها بكل حنكة ودراية فآزر القيادة في إدارة المملكة وشاركها الشأن الداخلي والخارجي